إن خلاص ميندي هو أفضل حارس في كأس الأم الأفريقية وفيها ظلم شديد وأنا كنت بتوقع يعني قبل ما تقع للإنجازة الميندي عشان هو اللي كسب البطولة هياخد أفضل حارس مرمى بس الاختبارات والأمور الحاسمة اللي عملها ميندي في هذه البطولة من زي اللي عمله محمد أبو جبل الشيناوي كان أفضل حارس في هذه البطولة في الدور الأول وكان يستحق محمد أبو جبل أفضل حارس في هذه البطولة عشان كان له تصديات حاسمة جدا بس يلا النهاردة محمد أبو جبل بعد المباراة وهو بيستلم الجايزة قال إن الجايزة ملهاش معنا قال إنه كان عايز ياخد البطولة بكاء محمد أبو جبل اللقطة دي حلوة يا جبعة اللقطة دي في منتهى الزجاء صلاح وأبو جبل وقت ضربة جزائمان اللي احتسبت في بداية المباراة صراح كان واضح إنه بيقول له أبو جبل اعرف إن ساديو مانيها هيشوت على اليمين وقد كان أبو جبل راح على اليمين زي ما صلاح قال له بالضبط المناسبة يعني دي حاجات القائد دي حاجات الليدر اللي في الملع محمد صلاح آه النهاردة محمد صلاح بتشوفه ورايح للحكم بيتكلم على أما الحكم يروح يزعى عليه لعب في منتخة مصر بصفة القائد كل الكلام دا كان بيتشكك في محمد صلاح فيه معاك أفضل لعب في العالم معاك أفضل حريسين في القارة الأفريقية معاك أفضل ليفت باك في القارة الأفريقية أحمد فتوح معاك دلوقتي مدافع هو الأفضل في القارة دلوقتي محمد عبد المنع بيعمل أداء رؤى معاك النني اللي عمل أداء أسطوري في هذه البطولة محمد النني عمل أداء أسطوري في هذه البطولة أداء خيالي أداء بدني وفني مش طبيعي محمد النني عندك محمد صلاح عندك مصطفى محمد اللي النهاردة اللي النهاردة عزب كليبالي خليده كليبالي مدافع نابلي واحد من أفضل المدافعين اللي موجودين في العالم مصطفى محمد عزبه رغم أن مصطفى محمد بيلعب بنص قدراته البدنية استنزف استنزف في هذه البطولة خد بالك أدوار مصطفى محمد في هذه البطولة أنت وأنت قاعد بالدفاع تقول لا لا مصطفى أدام ما بيجيبش جون أو ما بيصنعش بتاقي يخرج يا سيدنا مصطفى محمد أدواره الدفاعية ما كانتش طبيعية